يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر قضية العزمة يقضية تسكية النفوس وزكاة النفسي بمعنى طهارة النفسي الزكاة في اللغة بمعنى النماء والزيادة ومنهم قول العربي الزكاة الزرع إذا نمى وتوارع فتسكية النفوسي بمعنى تطهيم النفوس من الشوائب ومن العلائق وهذه القضية العظيمة هي قضية محوهية فلذلك قال الله جل وعلا قد أفلح من زكى قد أفلح من زكى نفسه إذا مسألة الزكاء مقادقابة من دسه والتدسية عكس التزكية أصل التدسية إذا علمنا معنى التزكية في اللغة والنماء والزيادة ومنهم سميت الزكاة زكاة لأنها تطهي المال ويزداد بها المال كما قال جل وعلا قد أفلح من أموالهم صدقة تطهيهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم عكس التزكية التدسية وأصل التدسية إخفاء شيء في شيء فقوله تعالى قد أفلح من زكاها أي من طهرها ونقاها من شوائبها ومن على إقيام وسوف نتكلم عن وسائل ذلك وقد خاب من دسها دس نفسه يعني دنسها ولم يزكيها وأخفى الفطرة التي فطر الله عز وجل عبادك عليه فالمشرك أخفى الفطرة دنس هذه الفطرة دس نفسه وقد خاب من دسها أخفى هذه الفطرة ولم ينتفع بها وكذلك أهل الفجور وأهل المعاصف كلهم أخفى الفطرة النقية التي فطره الله عز وجل الناس عليه إذن قضية التسكية تسكية النفوس قضية عظمة ولذلك جاءت هذه الأقسام المتوالية كيف تزكى النفوس؟ أعظم ما تزكى به النفوس التوحيد توحيد الله عز وجل تفرض الله عز وجل بالألوهية والوحدانية ومعرفة الله جل وعلا بأبوبيته وبأسمائي وصفاتي سبحانه وتعالى والسناء على الله عز وجل بهذه الأسمائي والصفات هذه من أعظم مسائل التسكية فإن النفس لا تزكى إلا بالتوحيد ولذلك ضرب الله عز وجل المثلة في كتابه للموحد وللمشرك ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة وهذه كلمة التوحيد كشجرة طيبة في قلب المؤمن أصلها سابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربه ويضرب الله الأمثال للناس لعظهم يتذكوون ومثل كلمة خبيثة وهذه كلمة الشر كشجرة خبيثة إجدثت من فوق الأرض ما لها من قرار وقال جل وعلا إنما المشركون نجس فلا قرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا فقضية التسكية قضية عزم التوحيد من أعظم أسباب زكاة النفوس تحقيق التوحيد والتوحيد ليس مجرد كلاما دون أن يكون منهجا فعليا دون أن يتشرب قلبك من التوحيد فإن تشرب قلبك من ألوهية الله عز وجل ومن توحيد الألوهية فمعنى هذا أنك لن تدعو إلا الله ولن تنزر إلا لله ولن تستغيش فيما لا يقضي عليه إلا بالله عز وجل قلبك موصول بالله عز وجل في جميع أمورك وكذلك توحيد الله في أسمائه وصفاته تتعبد الله جل وعلا بمقتضى هذه الأسماء والصفات تتعبدوا بمقتضى اسمه السميع واسمه البصير فتتعلم مراقبة الله عز وجل في السر وفي العلم فالتوحيد من أعظم أسباب زكاة النفوس تحقيق التوحيد أن يكون التوحيد ديدنك وشعارك والتوحيد هو القضية العظمى التي انقسمت بها الخليقة إلى المؤمنين وإلى الكفاء إلى أصحاب الجنة وإلى أصحاب الناء وما خلقت الجن والإنس إلا ليعمدوا ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموا اتباع السنة من أعظم أسباب تزكاة النفوس اتباع السنة قل إن كنتم تحبون الله لكنتم صادقين فيه في الدعائكم محبة الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر ذلك ذنوبكم والله بفهم قضية اتباع السنة أيضا من القضية المهمة أن تكون معظما للسنة معظما لأحريف النبي صلى الله عليه لسنة للرواتب وغير السنة للصيام كل أفعال النبي صلى الله عليه تجعلها مثالا يحتاج أمامك تجاهد نفسك على اتباع السنة هذه أيضا من أعظم أسباب زكاة النفوس الطاعة والعبادة من تلاوة القرآن ومن ذكري الله عز وجل ومن الصلوات الخمس والاهتمام بالسنة والدعاء كل هذه من أعظم أسماب زكاة النفوس اكسير زكاة النفس ضمنه الله جل وعلا في طاعته في أوامره فكلما امتثلت أوامر الله جل وعلا كلما زكت نفسك وكلما وقعت فيما نهى الله عز وجل عنه كلما دنست قلبك وهذا المعنى أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم عليه الحديث الصحيح الذي هو مسلم وغير تعرض الفطن على القلوب كالحصيد عودا عودا مثل الذي ينسج الحصيد فأعواد بعضها بجواب بعض كذلك الفطن تعرض الفطن هكذا تهص فأي قلب أنكرها قلب الذي ينكر الفطن والمعاصي ويقبل وقوع فيها نكت في قلبي نكتة بيضاء وهذه هي الزكاة وأي قلب أشربها الوقع في المعصية أو وقع في الفتنة نكت في قلبي نكتة سوداء كل معصية وكل فتنة هكذا حتى تكون على قلبي مع السماوية العامة المطيع الطائع والعاصي حتى تكون على قلبين أبيض كالصفة لا تدور فتنة مدامة السماوات والأرض الذي ألف الطاعة وكانت الطاعة ديدانة هو شعار وأسود مرباد اللي هو دنس القلب وعماله كان فيها تقنيط وأسود مرباد مرباد لون أخر خلاف السواد تغيير اللي حصل في القلب كالكوزي مجخيا كوزي المائل وهذا ابتلاء عظيم كالكوزي مجخيا وإيه مشكلة القلب ليس لكوزي مجخي المائل يعني أصبح لا يستقر فيه القيب كما أن الماء لا يستقر في الكوزي المجخي المائل كذلك قلبه لم يعد يستقر فيه القيب للتدميس الذي حدث في القلب لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشهد من هوا انتبست عليه الأمور فصار لا يرى الحق حقا ولا باطلا باطلا أيها ذنب الله انتبست الأمور إلا ما أشهد على حسب الهوى هو يأمر بشيء ما هو هذا الحق غض النظر كان ممكن يكون من أبطل الباطل وفي ناس هكذا يرى ما هو عليك وهذا المعنى أشهد الله جل وعلا إليه قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسبون صنع كثير من الناس عاشوا أعمارا في قضايا خسرة العمور انقض العمور والله في قضايا خسرة قضايا لم يستفد يعني لم يستفد من أعمائهم شيئا من طاعة الله وإنما أعمائهم كانت في الصد عن سبيل الله أو في الفسق أو في الفجوع أو في الغفلة أو في الضياع فلما يستفد من أعمائهم شيئا إذن قضية الطاعة قضية مهمة جدا محافظتك على صلاة الفجر ومجيئك لدرس العلم من أعظم أسباب حضور مجالس العلم من أسباب زكاة النفوس في أوقات الفتن وأوقات المحن التي يعيشها الناس نعم هنا تأتي أهمية الطاعة وأهمية العبادة أنه لا سبيل لك أن تصمد في أزمنة الفتن إلا بالاعتصام بالله والله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى سراط المستقيم في أزمنة الفتن هذه هنا تبرز أهمية الطاعة وأهمية العبادة وهذا المعنى أشار إليه النبي وعليه صلاة والسلام فقال عليه الصلاة والسلام وحديثه في الصيحين عبادة في زمن الهوج كهي جرتين إلي عبادة في زمن الهوج في زمن الفتن لهي جرتين إلي إذن هنا تتعلم أهمية العبادة بعض الناس في أزمنة الفتن لا يهتم بالعبادة أيانا لن تجرفه الفتن ينجرف مع الفتن فالعصم في أزمنة الفتن أن ترجع لله جل وعط وسأ وأن بالعكس تزداد من العبادة وتحاول أن تشهد فيها أن هذه من أسباب ثباتك على الحق طبعا كثير من الشباب وكثير من الناس في مثل هذه الأوقات انصرف إلى يعني يضيعون عمارهم في مواقع التواصل الاجتماعي وفي حقيقة والله هي مش مواقع التواصل ده مواقع قطع الصلاة تواصل ايه؟ تواصل ايه؟ ده هذه الأسرة الواحدة تحولت إلى جزر منفصلة أنت ممكن ترى الزوج والزوجة والأولاد كل واحد مسج الهاتف الآن ويعيشوا في جزيرة منفصلة عن الآخرين عجيب أن الواحد يمشي في الشوارع كان الناس في الماضي كل واحد مثلا معه مصحف لما يكون معه شيء يبقى يقول المصحف يقرأ فيه احنا صار الآن لأي واحد الآن في الشوارع في المواصلات البلاء اللي أصاب الناس والناس طبيعة الناس الناس هو كأصراب القطع أصراب القطع مش لسرب من الطيور يتبع بعضهم بعضه هو مجرد بس واحد يفعل شيء ويجد على هذا أتباعا وأشياء حتى أمور مخجلة والله العظيم أمور مخجلة أمور مخجلة يفعلها الناس اللي يضع أشياء في شعر مثل البنات ولم يعجبوا أن يكون رجلا فصاروا له رجل ولا هو امرأة بين بين وأمور مخجلة جدا ولكن سبحان الله على هذا وجد أتباعا وأشياء طبيعة الناس وكذا واحد يفعل شيء الناس تتابعوا على ذلك فالانشغال بهذه الهواتف وهو مثل هذه الأشياء غفلة غفلات هذه يعني كيف تزكي نفسك وأنت سهران طول الليل مثلا على مثل هذه المواقع أو طبعا يعني لا يجب كان يسهر يعني لو كان يسهر على أمور حلال لا كان الحاجات دي بتفتح أبوابا يعني أبواب من الجحيم لا تقل أحد بي مجرد أن يكتب ثلاثة حروف يعني يظهر أمامه كل الفجور الذي لم طره عينه لم تسمع به أذن ليازمه لا شعور مجتمعا الشاهد من القضية أن القرآن حين نسمعه لابد أن يترجم هذا القرآن مع نفسك يعتلج في قلبك وتعندل به سيور وهكذا أراد الله عز وجل بهذا القرآن إن هذا القرآن يهدي بالتي هي أقول ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجر كبير وأن الذين لا يؤمنون بالأخيرات يعتدن لهم عزبا علي فقضية القرآن وقضية الاهتمام بتلاوت قرأ أيضا من أعظم أصباب زكاة النفوس قد القرآن سل بينك وبين الله عز وجل وكلما قطعت السلع وكلما دومت على تلاوة القرآن كلما زكت نفسك وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكس ونزلناه وتنزيل ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم عليه في دعواته كان يقرأ عليه على أصحاب القرآن يعلمهم العلم الناف من كتاب الله الأسير يقرأ عليه القرآن والوفود يقرأ عليه من القرآن والوسائل إلى الملوك والزعماء تضمن كلام الله عز وجل ويطلع عليه فذكر بالقرآن ما يخاف وعند إذن أيضا قضية القرآن مهمة قضية محورية في حياتك وما يؤمن من أعظم أسباب زكاة نفسك قضية أكل الحلال أيضا من من أعظم أسباب زكاة النفس ولذلك النبي عليه السلام لما ذكر الرجل حديثه في الصحيح عند مسلم عند مسلم في الصحيح الرجل يطيل الصفر أشعر أخضر يمد يده يقول يا رب يا رب وأن يستجاب له ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأن يستجاب لذلك فأكله الحلال أيضا وتحفي الحلال من الحرام من أسباب زكاة النفوس كما أن أكل الحرام من أسباب تدنيس النفوس ومن أسباب تدسية النفوس إخفاء الفطرة النقية التي فطر الله عن سورة النبي إذا قضيت زكاة النفس إذا قضيت زكاة نفس قضية محوهية تجعلها ديدنك وشعر كل يوم دا تستفيد فيه علما جديدا أو عبادة أو ذكرا أو تزداد فيه قربا من الله جل وعلا تعلم بأنك بتنزل بتتعد وهو ليس أنك واحد وقف مكانه أبدا إما صعود وإما خبوت أصد الخلق أخلاق الحسنة من أعظم أسباب زكاة النفوس إنسان صاحب الخلق الحسن طب وصاحب الخلق البذيئ مصيبة على خطر عظيم تعلمون أن مسلم سؤل عن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار لكنها تجي يجيرونها بلسنها في ناس كده لسنها مثل أنسنة الحياة بذيئ ممكن يكون سمته إنسان ملتزم بسبب بذيئ مصيبة عليه مصيبة كبيرة جدا حسن الخلق هو من أعظم أسباب زكاة وسبب سؤل الخلق ليس من خصاة لأهل لأهل الإيمان أخنى الله عز وغير على النبي سلواته الله والسلام عليه فقال وإنك لعنى خلق عظيم وقضية حسن الخلق أيضا القضية محورية في حياتك تجاهد نفسك عليه هو تقول والله يا سنة طبعي كده إيه طبعك كده أما للدين ليه والأوامر والنواهي لماذا طبعك أن أنت إنسان جهول مثلا طب ما ربنا بيعلمك بالقرآن والسنة طبعك أن أنت إنسان يعني بذيئ طبعه وكي أن لم تستفد من كلام الله جل وعلا لم تستفد من مجالس العلم فيتعود لسانك الكلام الطيب ويتنزه عن البذاء وعن السباب وعن سوء الأخلاق هو هذا الدين كل ده يتضمنه قطيط قد أفلح من أزكاه وقد خام من دسه أما بعد فكنا قد توقفنا في باب باب تحين مكة وصيدها وخالها وشجعيها ورقططها إلا لمنشد على الدوام توقفنا عند حديث أبي شويح العدو رضي الله عنهم أنه قال لعم ابن سعيد وابو شويح رضي الله عنه صحابي جليل صحابي جليل وعم ابن سعيد كان تابعيا لكنه لم يكن من التابعين بإحسان يعني ليس كل التابعين على ما كان عليه الصحابة ولذلك حين ذكر الله جل وعلا التابعين حين ذكر الصحابة عم فضلهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان بنص على الذين اتبعوهم بإحسان فدل على أن هناك من يتبع يبغي إحسان منهم عمر ابن سعيد هذا لم يكن من التابعين بإحسان ومن الحوار الذي يدار بينه وبين أبي شويح العدوي الصحابي الجليل ستعلم ذلك وعم ابن سعيد هو الذي الذي يبعث البعوث يعني يجاهد جيشا لغزو مكة لقتال ابن الزبين حديث أبي شويح العدوي أنه قال لعم ابن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة يعني يجاهد جيشا لغزو مكة فقال أعزل لي أيها الأمير أحدثك اعزل لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به النبي صلى الله عليه وسلم الغدى من يوم الفتح قال أعزل لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به النبي صلى الله عليه وسلم الغدى من يوم في الغد اللواء يعني في يوم فتح مكة الفتح المعهود وفتح مكة سمعته وذني ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به هنا وثق أبو شويح رضي الله عنه الحديث الذي سوف يحدث به قال سمعته وذني ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به وهذا توثيق السم والبصر وضبط الحديث حمد الله وأثنى عليه وهذه كانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم حمد الله وأثنى عليه فتستفيد هذا أن تبدأ حديثك بحمد الله والسناء عليه وطبعا الحمد محمود لله جل وعلا والله جل وعلا يحبه وحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس إن مكة حرمها الله جعلا حرما أولا ولم يحرمها الناس فلا يحل لمرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما فليحل لمرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دمان معنى صفك الدماء هو القتل والقتال في مكة طيب قوله فليحل لمرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دمان هل هذا الحكم فقط يخص يعني يخص أهل الإيمان أم أن هذا حكم أوجبه الله عز وجل وإنما ذكر فليحل من يؤمن بالله واليوم الآخر ذكر هذا الصفل أن هذه لأن المؤمن هو الذي ينقض لأحكام الله وينقض لشرعه ويستجيب لأمره ونهي يعني لا يستدل بذلك على أن الكفار ليسوا مخاطبين بهذه الأحكام لأن الكفار مخاطبون بفرع الشريعة وخاطبون فيها يعني حاسبهم الله عز وجل عليها في الدنيا في في الأخيرة نعم يعني إلا أصحاب اليمين في جناتنا تساءلون عن المجهمين ما سلككم في سقى قالوا لم نكوا من المصلي ولم نكوا نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب يوم الدين فحسبهم الله عز وجل عليه ذكروا إيه من أسباب من أسباب العذاب عندهم ذكروا بأن الله حسبهم على على الصلاة وعدم أتعام المسكين مع الكفر نعم إذن قوله فلا يحل للمين يؤمنوا بالله واليوم الآخر ذكر هذه الصفة لأن المؤمن هو الذي يستجيبه لأحكام الله وينقض إليه وإلا فالجميع سيحسبون على هذه الأحكام المؤمن والكفر يعني الكفر لو استحل حرمة الله سيحسب على ذلك فلا يحل للمين يؤمنوا بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما في مك الحرم ولا يعضد بها شجرة ولا يعضد بها شجرة يعني ولا يقطع بها شجرة ويزدل على تحييم قطع أشجار الحرم ولذلك اختلف العلماء في مسألة في ضمان قطع الشجرة يعني لو أن رجل قطع شجرة من شجر الحرم معلوم بأنها من أحكام الحرم ولا يعضد بها شجرة يعني لا يقطعها بالمعدد وهو آلة مثل الفأس فاختلف العلماء في ضمان الشجرة يعني لو أن رجل انقطع شجرة من حرم ماذا عليه عند الإمام مالك يأسم طبعا عند الجميع يأسم هو آسم لأنه خالف أحكام أحكام الحرم لكن هل عليه ضمان الحمد لله فعند مالك لا فدية يأسم ولا فدية عليه وعند الشافعي أبي حنيفة عليه الفدية يجب عليه ضمان الشجرة وهذا يعني مروي عن يعني ابن عباس وابن الزبير إذن عند الشافعي أبي حنيفة يجب عليه يجب عليه ضمان الشجرة ثم اختلفوا في هذا الضمان الشافعي رحمه الله تعالى أقول في الشجرة الكبيرة بقرة قطع الشجرة الكبيرة يجب عليه أن يزبح بقرة والصغيرة شار وأبو حنيفة يقول الواجب في الجميع القيمة أن يشوف قيمة الشجرة ويتصدق بها طبعا قول الشافعي المروي عن ابن عباس هو أوجه الأقوال قول الشافعي أوجه الأقوال أن من قطع شجرة من شجرة الحرم إذا كانت شجرة كبيرة يلزمه بقرة وإذا كان الصغير يلزمه شار إذا الجميع متفق على عدم جواز قطع شجرة الحرم بقوله عليه صلى الله عليه وسلم ولا يعدد بها شجرة إن جميع يتفقون على أنه آسم إلا أنهم يختلفون فيه في وجوب الضمان عليه فمالك لا يرى عليه ضمان والأوجه هو قول الشافعي وبحنيفة وجوب الضمان ولا يعدد بها شجرة فإن أحد وهذه النصيحة يوجهها لعمر بن سعيد فإن أحد落خص لقتال رسول الله هذا ينقل حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو هنا ينقل حديث النبي صلى الله عليه وسلم فإن أحد落خص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا إن الله قد أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم وإنما أذن لي فيها ساعة منها وهذه الساعة هي كانت من طلوع الفجر حتى العصر حتى انتهى الفتح كاملا فالساعة في اللغة هي المقدار من الزمن تقل أو تكسر ثم عادت وإنما أذن لي فيها ساعة منها إذن القتال اللي حدث في مكة في دخول النبي صلى الله عليه وسلم فإن أحدن ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدن ترخص لقتال رسول الله عليه وسلم وهذا فيها دلالة لمذهب لمذهب مالك وبي حنيفة بأن مكة فتحت عنوى وفتحت بقتال لأنه مثلا قال فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا إن الله قد أجن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم وإنما أجن لي فيها ساعة من نهار ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس يعني لا يسفك بها دم نعم طيب هل معنى هذا يعني فيما عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس معنى أنه ليس هناك قتال في مكة هذا معنى أي معنى بأن الله جل وعلا سيحرص بأن الله جل وعلا لن يتسلط أحد على على الحرم إلا في آخر الزمان حين يشاء الله جل وعلا انتسوا من الكون وانقضوا الكون لأنه قال ثم عادت حرمتها اليوم فحرمتها هي بالأمس نعم فمعنى هذا أنه لا يتسلط أحد على الحرم لا يسلط الله عز وجل وليتطوفوا بالبيت العتيق من معاني العتيق مع ما فيه من النفاسة ومن العلو والجلال فمن معاني العتيق الذي عتق من تسلط الجباب وليبلغ الشاهد الغائب إذا أخبر عمرو بن سعيده وكان بيجاهز الجيش يفسده لقتال لقتال ابن الزبي في مكة فقيل لأبي شغيح ما قال عمرو يعني ماذا ود عليك قال أنا أعلم منك يا أبا شغيح هذا سيء الأدب يقول هذا كلام الصحابي يقول له هو قال له اعزل لي انظر هنا قوله أبي شغيح اعزل لي أيها الأمير وحدثك حديثا وحدثك قولا قام به النبي والسلام الغدى من يوم الفتح الأدب أبي شغيح وهذا أدب أدب الصعب سمعته إذني ووعه قلبي وأبصرته عيني حين تكلمي وأسمعه الحديث فرد عليه قال أنا أعلم منك يا أبا شغيح دعوة إبليس قال أنا خير منه طب هذا كلام يقول لمن هو عمرو بن سعيد هذا أعلم من أبي شغيح الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنهم أجمعين ورزيك لم يكن من التابعين بإحسان قال أنا أعلم منك يا أبا شغيح بدلا من أن يستجيب ازداد عطوا وازداد استكبارا فيما هو فيه أنا أعلم منك يا أبا شغيح لا يعيذ عصيا ولا فاغا بدم ولا فاغا بخربة كلام الذي قاله أبو عمرو بن سعيد هو كلام حق يراد بباطل قال لا يعيذ عصيا ولا فاغا بدم يعني لو أن رجلا قتل رجلا ثم لجأ إلى حرم يقام عليه الحد ولا لا يقام عليه الحد ما زال بالك والشافعي ورحمة الله تعالى والصحيح من أقوال أجل العلم بأن إقامة الحدود بأن الحرم كغير من البلدان في إقامة الحدود لأن إقامة الحدود من تعظيم أمر الله جل وعلا فإذا يقيم في غير الحرم فيقام في الحرم سواء ارتكب هذه الجريمة في الحرم أو في الحل ثم لجأ إلى الحرم فإنه يقام عليه الحد هذا صحيح قوله لا يعيذ عصيا ولا فاغا بدم ولا فاغا بخربة ولا فاغا بخربة والخربة هي يعني يعني بسبب خربة وأصل الخربة سائقة الإبل أصل الخربة سائقة الإبل ثم أطلقت على عموم السائق هذا الكلام الذي رد به أبو سعيد على أبي الشويح العدو رضي الله عنه هذا الكلام كلام حق يرد باطل ويستدل بهذا الكلام على إيه؟ على أنه أنه يقاتل أهل مكة ويضربها ويضرب أهلها بالمنجنيق ويرمي الناس وهذا كله لها جوز هذا الكلام إذا كان الحرم يعني من أحكام الحرم فلا يحلوا لمن يؤمنوا بالله وليوم من آخر أن يسفك بها دمان والمقصود هنا سفك الدماء هو إيه؟ القتال العام اللي كان يعمله إيه؟ الذي كان سيقوم به أبو عمر بن سعيد وذلك نصحه أبو شريح العدو وفي الحديث فوائد منها تبليغ العلم لقول النبي صلى الله عليه وليبلغ شاهد غائب وقال عليه الصلاة والسلام نظر اللهم أن سمع منا حديثا فوعاء فأده كما وعاء فرب مبلغ أوعاء من سامع في تبليغ العلم ونشر العلم وفضيلة ذلك وفيه نصيحة للأمراء مهما كان هذا الأمير هو يعلم السوء الذي فيه لكن ينبغي أن ينصحه سواء استجاب لهذه النصيحة أو لم يستجب وفيه كذلك الرفق في النصيحة لأن أبو شريح لم يعنف عمر عبر بن سعيد وإنما تلطف به ومهم جدا الرفق في النصيحة لأن الرفق من أسباب قبول النصيحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء إلا زانا وما كان العنف في شيء إلا شانا وإن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على غير في بعض الناس عندها من من الشدة ومن العنف اللي هي تنفر الناس لذا قال عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس وإن منكم يا منفرين حديث أبي رضي الله عنه لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قام في الناس فحمد الله وأسنع عليه ثم قال إن الله حبس عن مكة الفيلة وصلت عليها رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين طبعا إن الله حبس عن مكة الفيلة ومعبول قصة مشهورة ولم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل معلوم يعني أن نزلت صورة تبين هذا الأمر وصلت عليها رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين في فتح مكة فإنها لا تحل لأحد كان قبلي يعني لا يحل القتال فيها لم يحل القتال فيها لأحد كان قبلي وإنها أحلت لي ساعة من نهار وإنها لا تحل لأحد يعني لا يحل القتال في مكة لأحد وإنها لا تحل لأحد فلا ينفر صيدها وهذا في دلالة على عدم جواز إزعاج صيد الحرم مش الصيد في الحرم الصيد في الحرم لحظة سواء كان محرما أو غير المحرم نعم يبقى الصيد يحرم على المحرم ويحرم على على المحرم في غير الحرم ويحرم كذلك في في الحرم فلا ينفر صيده وفي تحليم الصيد نعم ولا يختلى شوكها ولا يختلى شوكها البعض هنا يقول يعني ولا يختلى شوكها فيه دلالة على تحليم قطع جميع النبات الحوام سواء كان شوكا مؤذيا أو غيرا لأنه قال ولا ولا يختلى شوكها فحتى فحتى الشوك الذي حتى لو كان إن هذا النبات فيه شوك مؤذي فإنه لا يقطع لأنه قال ولا يختلى شوكها وهذا قول لبعض أهل العلم والقول الثاني لأهل العلم يقولون إن إذا كان هذا الشوك مؤذيا يؤذي الناس فإنه يقطع وستدلوا به وستدلوا بالقياس على خمس من الفواسق يقتلنا في الحل والحوام لأذاء فخصصوا الحديث هذا بالقياس النبوية رحمه الله تعالى في الشرح إلى مسلم يختار قول الأول ولا يختلى شوكها طب أصحاب القول الثاني حملوا ولا يختلى شوكها حملوا على روايات الأخرى ولا يختلى خلاها ولا يختلى خلاها وخصصوا الحديث إن إذا كان الشوك مؤذيا للناس في طريق الناس فإنه يقطع يبقى مسألة خلافية بين العلم في ذلك ولا تحل ساقطتها أي لقطتها إلا لمنشدين طبعا هذه من من أحكام الحرم إن لقطة الحرم اللقطة في غير الحرم يعني الشيء الملتقط إن أنت وجدت شيئا حكمه ماذا حكمه حكمه أنه يعرف سنة كاملة في غير الحرم إن جاء صاحبه خلال السنة دفعته إن لم يأتي استنفقها يعني أنفقها على نفسك إن لك أن تتصرف فيه لكن اللقطة في الحرم لا تحل أبدا أبد الأباد إذا قال ولا تحل ساقطتها إلا المنشد إلا المنشد إلا ليعرفها ويحتفظ بها طبعا يعني أبد الأباد ليس له أن يتصرف فيها أبدا وازم من أحكام لقطة الحرم اللقطة إذا إذا التقطها في الحرم ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يفدأ وإما أن يقيد يعني معناها أن ومن قتل له قتيل هو مخير بين أن إما يعني القصص وهو الذي عناه النبي السلام بقول وإما أن يقيد وإما الفدية فدل على أن على أن في القتل العام للعدوان ولي الدم مخير بين إيه بين القصص وبين قبول الدية وبين العفو الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول لا هو مخير بين القصص والعفو والحديث حجة ليه لماذا بالشفعي ويا موافقي أو ماذا بالإمام أحمد لهو مخير بين القصص وبين الدية وبين العفو صمرة الخلاف إيه عند الإمام مالك لو عفع عن القصص يبقى ليس له دية طب عند الشفعي وأحمد وموافقين يبقى لو لو طرك القصص يبقى له إيه له الدية طيب النبي عليه صلى الله عليه وسلم لما قال لما ذكر أحكام الحرم وقال ومن قتل له قتيل فو بخير النظرين إما أن يفدى وإما أن يقيد فيه دلالة لمذهب الشفعي ومالك بأن حكم الحرم كحكم غير ولا لا في إقامة الحدود لأن الكلام ده جاء في سياقه جاء في سياق أحكام الحرم فقول النبي السلام لما ذكر أحكام الحرم فإنها وإنها لا تحل لأحد بعد فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل الساقل إلا المنشد ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يفديه وإما أن يقيده هذا في دلالة المذهب المالك الشفعي وهذا الصعيح أبو حنيفة يقول لا تقوم الحدود في الحرم وإنما يضيق عليه حتى يخرج من الحرم لكن هذا قول غيوس يعني فيه نظر الصعيح هو أنه يقام الحدود لأنه يسأل لأن النبي السلام عليه ذكر الحدود في أحكام الحرم ولا لا ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يفديه إما أن يفدأ يعني يقبل الفيدر وإما أن يقيده يقيد يعني القود وهو القصاص فقال العباس إلا الإذخرة يعني إلا نمنوع من النباس أراد العباس قال يا رسول الله إلا إلا الإذخرة فإنا نجعله لقبورنا وبيوتنا نجعله لقبورنا وبيوتنا يعني لما يكون واحد ليس عنده كفني بيعمله إيه يضع شيء من إيه من الإذخرة عليه ليس معناه هذا أن القبور يوضع عليها من النباتات ونحو ذلك لا يستعمل في هذا كما حدث للمصعب النعمي رضي الله عنه إن لم يجل له إلا إلا شملة إن غطوا بها رأسه وبدت رجله ونغطوا بها رجله بدت رأسه وقالنا المسلم يجعله على رأسه ويجعله على قدمه شيئا من من الإذخرة قال العباس إلا الإذخرة فإننا جعله لقبورنا وبيوتنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخرة طيب النبي السلام لما ذكر أولا ذكر إثثنا شيئا وإننا قالوا ولا يختلف شركه فيحرم قطع جميع نبات الحرم والخلاف فقط في في الشوك لكن غيره من النبات الذي أنبته الله عز وجل لم ينبد بفعل الأدميين النبات الذي نبت في الحرم لا يجوز قطعه أبدا وهذا معنى كل المسلم ولا يقتل خلاها اللي هو الوطبئ من النبات والخلا خلاف الهشيم الذي هو معناه اليابس طيب إلا الإذخرة لما قال له العباس فإننا نجعله لخبورنا وبيوتنا ونستعملهم في البيوت كذا فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إلا الإذخرة طب هنا لما ثثنا نبي السلام الإذخرة اجتهد ولا ما اجتهته اجتهد 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 وأيضه الله في اجتهاد لأن الحكم الأول هو ولا يختل شوكه لكن لما قال له العباس إلا الإذخرة فإننا جعله لخبورنا وبيوتنا هذا يحتمل نزل الوحي بأخباره بجوائز ذلك أو النبي السلام اجتهد وأياده الوحي والنبي السلام يجوز له الاجتهاد يعني يجوز له الاجتهاد في مواضع وأيضه الله في مواضع نعم وبين له خطأ الاجتهاد في مواضع أخر في مواضع أخر عفى الله عنك لما أجنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا تعلم الكاذبين نعم ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره لما قام على قبر عبد الله بن أبي وعمر رضي الله عنه يقول يا رسول الله لا تصلي عليه وإنه والنبي السلام يقول لعمر أخر عني يا عمر فينزل القرآن وافق عمر ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسولي وماتوا هم فسروا يا رب سلم يا رب سلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإزخرة فقام أبو شام إذا النبات الإزخر مستثنى من إيه من عموم عدم جواس قطع نبات الحرار لحاجة الناس إليه فقام أبو شام وأبو شام صحابي معروف بكتن ببكنيات لا يعرف اسمه فقام أبو شام رجل من أهل اليمن فقال اكتبوا لي يا رسول الله يعني اكتبوا لي الحديثة التي قلتها اكتبوا لي يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لي أبي شام اكتبوا لي أبي شام وهذا فيه دلالة على جواز كتابة العلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بغير القرآن هذا كان حديثة نبي صلى الله عليه وسلم فدل هذا على جواز كتابة العلم بغير القرآن والنهي الذي كان الذي كان في أول الأمر عن كتابة شيء غير القرآن حتى لا يلتبس شيء بالقرآن لكن لما ثبت القرآن في القلوب جاز هذا الأمر فالعلماء منهم من يقول أن النهي كان منسوخا وكان في أول الأمر حتى لا يلتبس شيء بالقرآن فلما ثبت القرآن بالقلوب فإنه لا منع من الكتابة ومنهم من يقول النهي كان يحمل على التنزيل وليس على التحلي على كل حال فهذا الحديث فيه جلالة عن جواز الكتابة العلم وغير القرن وكذلك حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه السابت في الصحيح واما في هذه الصحيفة حين سأله أبو جحيفة هل خصاكم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء قال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يؤتيه الله تعالى رجلا في كتابه وما في هذه الصحيفة ما كان كتبه ولا ما كتبه فذا فيها بعض أحكام الديات وفيها ليقتل مسلم بكافر إذن هذا فيه جواز كتابة العلم بغير القرن البخيري والله تعالى خرج هذا الحديث في كتاب اللقط في بابه كيف تعرف لقاطة أهل مكة ومقصودنا أنه أنه تعرف أبد الأباد أنه قال ولا تحل الساقطة إلا لمنشد فهذا يخص اللقطة في الحال أخير الباب ويأتي بإذن الله جل وعلا بابه جواز دخول مكة بغير إحرام طبعا لمن لم يكن قاصدا للحج أو العمر الحمد لله ومن الربي وصلى الله وسلم مبارك على عبد ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه جميعهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر